حبيبي تسلمي دك انفجار 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 رسمي كذي جدامنا لايف انفجار لايف جدامنا لا حاول ولا قوة تراب الله الله صار رعبا وصدمة في وسط اسطنبول بعد الانفجار الذي وقع في شارع الاستقلال وادى الى مقتل واصابة العشرات عندما سمعنا صوت القنبلة لم نكن نعرف الى اي اتجاه يجب ان نهرب الناس تدافعت للخروج من الشارع بخوف شديد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان قال ان الانفجار تم تنفيذه بقنبلة وان التحقيقات الاولية تشير الى شبهة عمل ارهابي ربما يكون من الخطأ ان نجزم بان انفجار شارع الاستقلال عمل ارهابي لكن التطورات الاولية والمعلومات التي تلقيناها من الوالي تشير الى ذلك فور حدوث الانفجار انتشرت قوات الامن في المنطقة واغلقت جميع مداخل ومخارج ساحة تقسيم وشارع الاستقلال واعلن وزير العدل تكليف ثمانية مداعين عامين ومساعدين اثنين لمتابعة ملف التحقيق في الانفجار في المشاهد والصور التي يتم تداولها في مواقع التواصل الاجتماعي ان هناك امرأة تضع هذه التفجيرات الى جنب الشارع وايضا اشار سيد اردوان الى المرأة فيما يتعلق بهذه العملية الى مرأة تلعب دورا في القيام بعملية هذه الارهابية على ما يبدو ان هذه العملية الارهابية استهدفت موارد في المجال السياحي لتركيا المجلس الاعلى للاذاعة والتلفزيون في تركيا اعلن حظرا على بث الاخبار المتعلقة بالانفجار عبر وسائل الاعلام وفرضت وزارة الثقافة والسياحة حظرا على النشر فيما يتعلق بالانفجار على وسائل التواصل الاجتماعي منعا من خلق الخوف والذعر في المجتمع بحسب بيان الوزارة الانفجار الذي هزت شارع الاستقلال هو الاكبر الذي تجهده اسطنبول منذ سنوات انفجار وقع في احدى اكثر المناطق ازدحاما في المدينة ما ادى لارتفاع اعداد الضحايا هناجي الخطيب الحرة اسطنبول موسيقى